وتطرحه ندوتنا لهذا اليوم بمعية الأستاذ الدكتور سمير سعدون الجبوري فليتفضل مشكورا بإلقاء ما في جعبته من آليات الإبداع بين الهندسة والشعر دكتور سمير تفضل مشكورا دكتور سمير تزماني دكتور وسام ألو نعم دكتور سمير بإلقاء الجزء الأول من هذه الندوة إن كان متواجد ربما هناك إلقاء الماء مرحبا دكتور دكتور سمير السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله دكتور سيرة علمية وأكاديمية مشرفة ننتظر بشغف سماع إلى المحاضرة تفضل مشكورا شكرا جزيلا لكم بالبداية أشكر السيد علي السيد والساف رئيس منظمة صداقة دولية الذي هو دائما حاضر معنا في كافة الفعاليات والنشاطات العلمية التي تقدمها منتديات أكاديمية إثراء المعرفة وأكاديميات المنظمة والمراكز العلمية موجودة في منظمة صداقة دولية شكرا جزيلا له على تخصيص وقته لحضور معنا دائما شكرا للحضور الكريم والشكر موصول أكيد لمقدمة ومديرة المنصة لهذا اليوم الدكتورة برقيسي وشكرا لحضور المحاضرة معي الدكتورة وسام الخالدي أتمنى أن لا أكون ثقيلا في الواقع أنا عمري ما دخلت في معركة مع خصم شديد قوي جدا الدكتورة وسام الخالدي حتى وإن كنت معها في هذا اللقاء جنبا إلى جنب فالعملية صعبة هناك خلل في ميزان الكفة الدكتورة وسام لا يجاريها سميرة الجبوري فإن شاء الله سأحاول أن أكون حاضرا في هذه الأمسية بما يفيد بما ينفع بما نقضي به هذه الأمسية بعون الله بسم الله الرحمن الرحيم أخوة والأخوات الحضور الكرام أولا الدكتورة الكبسي كشفت سرمن أسراري وعند عرض سيرة الذاتية التي كنت أتمنى أن تتجاوز فقرة العمر سامحها الله بما أن العمر انكشف سنعود بالذاكرة قليلا إلى بدايات القراءة الخلدونية في كتاب القراءة في المدارس العراقية هل صوتي لا يزال واضحا؟ واضح جدا دكتور واصل واضح تمام تمام فنعود بالذاكرة بما أن نكشف العمر فنعود بالذاكرة إلى بدايات القراءات الخلدونية في المدارس العراقية والذين أعمارهم قريبة من عمري أو أقل قليلا يعتذكرون القراءة الخلدونية كان هناك نشيد للمهندس الصغير الذي كانت له لذة ومتعة وازي براء طفولتنا ونحن نعيش أيام الدراسة في الصف الثاني الابتدائي كانت متعة بقراءة هذه الكلمات غالبا ما تمتزج بالألم والحسرة على ذلك المهندس على جهده الذي يذهب سدى بانهدام قطعه الخشبية كنت أشعر وكلما قرأت النشيد بمرارة تلاشي حالة التنظيم لأنها تعني ببساطة ضياع الجهد وكم تمنيت لو أنني أمتلك موهبة لنظم الشعر في ذلك الوقت عندما كنت صغيرا في السابع من عمري لو وضعت لمستي ببيت شعر يجعل المهندس يستمر بمناء تنظيمه وتنظيم قطعه الخشبية دون ما منغصات لكن أمنياتي كانت غالبا ما تذهب أدراج رياح عجزي وبساطتي فماذا جاء في القراءة الخلدونية أيها الأخوة والأخوات المهندس الصغير لقطع من خشبي أله بها في اللعب أبني لكم دارا بها حاوية كل البهى أصفها فتنتظم ثم جميعا تنهدم انظر لما أؤسس إني أنا المهندس فاعترفوا لي بالفطن ألست معمارا إذن تلك الكلمات التي تذكرنا ببراءة الطفولة في تلك الذاكرة البعيدة البعيدة بعد أكثر من خمسين عاما من تلك الذاكرة واليوم أيضا قرأت هذا اليوم في الربط بين الهندسة والطبيعة وقرأت أيضا في الربط بين الشعر والطبيعة فأدركت أن هناك رابطا بين الهندسة والشعر يستمر الجدل منذ أفلاطون وحتى اليوم حول الطبيعة فيما إذا كانت مجرد حطوط للهندسة أم إنها صورة شعرية ويبدو أن الفرق شاسع وكبير بين أن تتحكم الهندسة بالطبيعة فتقننها وترسم أبعادها وتعين اتجاهاتها وتجزئ مسافاتها وتحسب للارتفاع حسابا وللأعماق حسابا فالتنظيم والترابط بين مكونات الطبيعة يعكس كم هي الهندسة الطبيعية فاعلة في المخيلة عندما تعين الأشياء كأبعاد واقعية وتصيرها كيانات مقذوفة إلى العالم بما فيها الإنسان في حين يكون الشعر بوصفه الطاقة الجمالية للمخيلة واللغة يحول حواسنا من متلقية إلى مدركة وتتغلغ للشعرية في جوهر الأشياء والطبيعة لتكشف عما لا تراه العين فتذهب الشعرية بنا إلى مجالات تأمل كونية كبرى هذه العلاقة بين الشعر والطبيعة وبين الهندسة والطبيعة درست بعشرات الفلسفات وملايين الأفكار العلمية والخيالية والافتراضية وخلصت إلى أن الشعرية ثمة تنظيم طبيعي كما في الطبيعة ثمة تنظيم شعري هو الخيال المادي لأشيائها وتشترك الهندسة بين الاثنين هنا نركز بأن الهندسة تشترك بين الاثنين حيث تكون في الطبيعة مقاييس وأطوال وحجوم وأثقال وتكون في الشعرية نبرات وأنغام وجمالية وكونية وجودية لذا لا يمكن قراءة الشعر دون معرفة بالهندسة البنائية فيه ولا يمكن تأمل الطبيعة في ذات الجانب دون بصيرة أبعد من الرؤية فواحدة من تجميل ارتباطنا كبشر بمكونات الطبيعة هي أننا نشعر بالطبيعة في تقلبات فصولها كما لو كانت تؤلف شعرا بصريا رينا من نكون وترى نفسها عبر ما تكون لذا لا يمكن للشعرية أن تتجرد من الموسيقى التي تهندس ارتباطاتها ولا يمكن بالطبيعة أن تلغي الشعرية من حيويتها وكينونتها وقد يستطيع الحديث عن الاثنين بالطبيعة ليست رياضيات هندسية فقط ولا هي تكوينات مادية فثمت الروحانية تستبطن أحجارها ومياهها ونيرانها وهوائها وقرأ أي قصيدة تجدها مبنية على تفاعلات مادة الطبيعة وروحها وفي الجانب الآخر من شعرية الطبيعة وهندسة الشعرية إننا عندما نتأمل الطبيعة علينا أن لا نتأملها بطريقة تقليدية عندئذ ستكون الهندسة ضمن البناء الشعري وتكون الشعرية ضمن البناء المعماري وأخيرا نقول الشعر وجماليات المعرفة ما العلاقة بين الجوهرية بين الهندسة كألم والشعر كأدب بوصفهما فعلا إبداعيا خالصا يصدر عن فعل المخيلة والرؤية لذلك نقول فما من إبداع على الإطلاق إلا وانطلق من لحظة الحلم فالمهندس يحلم والشاعر يحلم كما يقال فإن المهندس المبدع هو شاعر عصر شاعر يستخدم لغة بلا أبجدية فكلما غابت الأبجدية لدى المبدع اتسعت مساحة حريته في التعبير والتصوير تماما مثل ما تتجلى إبداعية الشاعر في قدرته على التخلص من قيد الأبجدية حيث لغة المجاز بالإشارة والرمز يتسع الفضاء التعبيري الصادر عن مخيلة لا نهائية الرؤية هذا كل ما أستطيع في الواقع كل هذا جمعته ليس من إبداعاتي وليس من تنظيمي وإنما جمعته من هنا وهناك عجبني هذا الكلام وذاك الكلام في العلاقة بين الشعر والهندسة أرجو أن لا يكون كلامي قد شططه هنا وهناك وأرجو أن يكون كلامي مفيدا وأملي بأنه تعوض النقص بالإبداع والكلام الطيب زميلتي البروفيسور الدكتورة ويسام علي الخالدي قمية عن التعريف شكرا مرة أخرى لإضغائكم وآسف على الإطالة وشكرا مرة أخرى لكل من حضر من منظمة الصداقة الدولية ومن الجامعات العراقية والعربية ومن المنظمات والمؤسسات وتعذروني هذا اليوم أرجو أن لا أكون أخطأت بحق اللغة العربية في الرفع والنصب والضاد والضاء هي مشكلتي دائما أستعين بها مرات بزميلتي الدكتورة منال السماك تعينني في بعض الشطط الذي يحدث في لساني ابتعادا عن هذه اللغة الجميلة التي أعشقها شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلم تكتور سمير الجبوري ما زادك العمر إلا وقارا وما زادك هذا التواضع العلمي إلا بهاء وطرحا جميلا ومفيدا وإلقاءا رصينا الشكر موصول لحضرتك أما الآن فننتقل برفقة أيقونة منتظات العربي إلى الجزء الثاني من هذه الأنثية مع الأستاذة الدكتورة وصام علي الخالدي هي أيضا في جعبتها من هندسة الشعر ما يغني هذا الجميل الدكتورة وصام علي الخالدي هي أستاذة الأدب العربي الحديث ونقضه من جامعة الكوفة كلية التربية للبنات قسم اللغة العربية هي أيضا رئيسة منتظات العربي بأكاديمية إسرائيل معرفة ومنظمة الصداقة الدولية السويد والمشرف العام اللغوي والمشرف اللغوي على جريدة إسرائيل معرفة التابعة للأكاديمية هي أيضا عضوة في منظمة الصداقة الدولية واللجنة العلمية الاستشارية لمجلة مقامات للدراسات اللسانية والأدبية والنقدية في الجزائر أو في الاتحاد الدولي للغة العربية نشرت أكثر من ثلاثين بحثا منشورا داخل وخارج العراق شاركت بالعديد من المؤتمرات الدولية والعربية أشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتورة وناقشتها أيضا حاصل على أكثر من سبعين كتاب شكر وتقدير وعشر دروء تقديرية وما يزيد على مئة وخمسون شهادة مشاركة وحضور في الندوات والمؤتمرات والورش داخل العراق وخارجه دكتورة وسام علي الخالدي تباركت مزيرتك الحافلة أستاذتنا العزيزة وبكل ترحيب أدعوك مشكورة لإلقاء محاضرتك فتفضلي شكرا جزيلا أيها الرائعة دكتورة الخيز على هذا الأحظيم الرائعة وشكرا لك على هذا التحديم وأيبر أيها الأخوة والأخوات رجع نغلق المايشات حتى لا يكون هناك تشويش على الصوت أولا قبل أن أبدأ بمحاضرتي اليوم أود أن أرحب بالسيد رئيس منظمة الصداقة الدولية الأستاذ السيد علي الوساف الذي نتشرف بحضوره معنا اليوم في هذه الأمسية الأدبية النقدية وأيضا أرحب بكل الحضور الكريم وأيضا أشكر أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور سمير فعدون الجهوري على ما طرحه من ورقة بحثية كانت رائعة هذا التناظر الجميل بين الهندسة وبين الشعر وأنا أدرك بأن هذا العالم هو قائم على بناء هندسي لا يمكن أن نبتعد عن هذا الإطار وإن شاء الله سأخدم خلال هذه المحاضرة أو هذه الورقة البحثية بعض آليات الإبداع بين الهندسة وبين الشعر حينما أتوقف في هذه الورقة البحثية عند مفهوم أو ما هي اللغة العربية من المنظور الهندسي حقيقة استوقفتني أو حاول أن أستوقف هذا المفهوم من الناحة الهندسية أو من المنظور الهندسي لماذا؟ لأنني حينما أريد أن أعيد توصيف اللغة العربية هذا التوصيف القائم بالأساس على منحة أو على أساس أن اللغة العربية تحتاج إلى تعريف أولا ما هي اللغة العربية؟ اللغة العربية من المنظور الهندسي هي تنطلق من مسألة الأصوات وتنتهي إلى مستوى التركيب وأيضا مستوى الدلالة فاللغة العربية إذن من ناحية الأصوات يمكن أن نقول بأن الصوت هو عبارة عن ذبذبات تنطلق من دماغ الإنسان ثم تنطلق أيضا عن طريق الإنسان وعضاء النظر تبين طبعا من خلال دراسات الفاحثين والدارسين أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في العالم التي يتحرك بموجبها جميع أعضاء النطق التي خلقها الله سبحانه وتعالى وذلك هي عكس باقي اللغات المعروفة أو اللغات الإسلامية الأخرى فهي لذلك أطلق على هذه اللغة بأم اللغات فهي الإطار المرجعي لبناء ممنومة صوتية هندسية في العالم سواء كانت من الناحية العملية أو الناحية الهندسية أنا حينما أتوقف عند هذا المفهوم أو عند هذا الإطار سأجد أن معالم البناء الهندسي قائم في القصيدة العربية القديمة أو الحديثة هذا البناء الهندسي في كل تفاصيلها سواء كانت القصيدة قائمة على مسألة الألقاظ أو قائمة على مسألة التراكيب أو مسألة الصور أو المعاني يعني لو بدأنا هذه القصيدة العربية تبتدأ بمطلع وتنتهي بخاسمة فهذا إذن إطار الهندسي كل النقاط الخجامة حقيقة توقفوا عند هذه المسألة وجدوا أن القصيدة العربية هي قصيدة متماسكة مترابطة وفق بناء هندسي فلا يكون بين أجزائها أي تنافر ولا فجوات من بين هؤلاء النقاط مثلا لو سوقفنا عند رأي ناقد عربي وهذا الناقد له كانت آراءه النقضية التي أفادت اللغة العربية نذكر منه هو أذن ضباط بالعلوي تطرق إلى هذه الفكرة فكرة هذا التماسك الهندسي أو فكرة هذا البناء الهندسي بين القصيدة العربية ماذا قال ابن؟ شعر وقال وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما يسبق به أوله مع آخره على ما ينسقه قائله فإن قدم بيت على بيت دخله الخلل كما يدخل الرسائل والخطط إذا نقص تعلقها فهنا إذن يتحدث أيضا عن مسألة هذا البناء المهندسي القائم على الإطار الفني فكل يكمل بعضه الآخر أيضا عاول هنا أيضا أن يتحدث عن مسألة أساسية لابن طباط بالعلوي فقال فإذا تفق له بيت يقصد هنا الشاعر يشاكل المعنى الذي يروم أثبته وعمل فكره في شغل القواطع لما تقتضيه من المعاني ويضيف أيضا فإذا تمكن له المعاني وكثرت له الأبيات وفق بينهما بأبيات تكون نظاما لها وسلكا جامعا لما تشتس منها إذن هذا هو رأي وهو من أبرز الآراء التي توقف عندها وجد أن ابن طباط بالعلوي توقف عند مسألة أساسية ومسألة الترابط والبناء الهندسي القائم من المطلع القصيدة حتى مسك فتام هذه القصيدة فالعربي هنا ما يكتب قاتل القصيدة وقد وضع لها بناء هندسي في بداية الأمر في ذاكرته هذه القصيدة لا يمكن أن تسير فق ما يرى وإنما هناك بناء لأسيمة القصيدة العربية الجاهلية كان هناك نظام هندسي يلتزم به الشاعر وهي أن تكون هناك مطلع وهذا المطلع يليه حسن تخلص من المطلع ثم الانتقال إلى غرض آخر ومن الغرض الثاني حسن استقراض بهذه الموضوعات حتى يصل إلى حسن الختام وهذا الأمر يقتضي أن يكون الشاعر مهندس في عملية الانتقال من غرض إلى آخر هذه نقطة جداً أساسية طيب اللي يمكن أن أطف عنده أيضاً موضوع آخر حتى أن القصيدة يعني حين مسألة البيت في الشعر العربي يعني حينما قول البيت في الشعر العربي هذا الاستلهام من البيت اسماً وبسمى ومبنى ومعنى حيث الأخير ساكن والأول مشكون هذه نقطة أساسية وهنا لديها علاقة الجدل بينهما كيف هذه؟ هذه علاقة الجدل قائمة على هندسة التناظر وهندسة التفاعل يعني تمثلت الأولى مثلاً الثابت ومثلت الأخرى المتحول أقصد هنا الشكل والمضمون ففي الوقت الذي استقرت فيه يعني بنية يعني القصيدة قائمة على شطرين الشطر الأول وهو يسمى القدر والشطر الثاني وهو يسمى العدل هذا شيء معروف هذا الاستلهام تم استلهامه من بيت الشعر أو الخيمة هذه الخيمة أيضاً كانت تقسم إلى قسمين قسم إلى الحرين وقسم إلى عامة الناس وكأنما تم الاستلهام مفق هذا النظام الهندسي أن يكون البيت قائماً على هذا الإطار أن يتجزى إلى نصف الأول والنصف الثاني كيف استوحى؟ إذن العربي هذه فكرة فكرة التقسيم فكرة التقسيم استوحى فكرة التقسيم من خلال النظر إلى الخيمة التي ينظر إليها العربي وهي أن تكون مقسمة بين الحريني وبين الرجال أو بين عامة هذه أيضاً نقطة أساسية أيضاً نجد أن الذوق العربي أو النقد العربي حاول أن يحفظ لكل شطر الاستقلالية عن البيت الآخر يعني هذه الاستقلالية من ناحية المبنى ومن ناحية المعنى ومثلما تستقل الخيمة عن الخيمة الأخرى والذي يترابط بين هذه الخيام ربما هناك علاقة قد تكون قائمة علاقة نفسية أو جدلية قائمة على مسألة التفادل الاجتماعي هكذا ينظر العربي هكذا ينظر العربي بهذه الهيئة على أن القصيدة أن القصيدة تشبه الخيمة أيضاً نجد هناك بعض المصطلحات العروضية للأحمد بن خليل الفراهدي وهذا هو من أبرز من طبعاً نظرة إلى مسألة أو استخرج هذه البطور الشعرية والتي كانت أكثر من 16 بحراً نجد أيضاً هناك خانة هذه البطور أو تسمية هذه البطور أو هذه العناصر التي بنيت من خلالها أيضاً كانت تنطلق من أساس هندسي يعني سميت مثلاً عناصر البيت الصغرى الحركات والسكنات بالأسباب وهي مخوضة بالحبال والأوتاد أيضاً أدوات بناء الخيمة كما سميت التفعيل الأخيرة من الشعر الأول عروضاً لأنها تنتصل بين الشطرين وهي محطة استراحة وكذلك بالنسبة للمتلقي لأن جهاز النطق والتنفس كان مشتركاً كما أنها تمثل محطة يمكن أن نقول للملفوض الشعري لذلك نجد أن العربي حينما يقف عند هذه القصيدة وكأنما أخذ أو اتخذ من مفهوم البناء الهندسي لهذه الخيمة واستوحاها وحاول أن ينطلق من هذه الأزاء التي تتألف منها لسيما الحبال والأوتاد التقسيم القصيدة إلى الشطر الأول والشطر الثاني كل هذه تم استلهامها من البناء الهندسي للخيمة التي كانت يتمثل العالم الخاص ذلك العربي الذي كان يسكن الصحراء وكان ينظر إلى العالم بنظرة عين مهندس فهو ينظر إلى هذا التناسق الجميل وكان على الأرض أو على السماء أو على الصحراء فعينه كانت يستنظر هذه النظرة الهندسية وقد انعكست يعني أنا لا أجد قصيدة هي مبعثرة أو مشتتة فيما يقول كان لها بناء وتمهيد وهذا التمهيد بالقصيدة للغرض الذي يريد فهو كان حينما يريد أن يدخل إلى غرض الوصف يفتحها بوقوف على الأطلال هذه القصيدة كان يبدأها بوقوف على الطلب فهذه أيضا كانت ينطلق من فكرة أساسية أنه ملتزم ببناء هندسي يراعي من خلال ذوق المتلقي في تلقي هذه القصيدة التي تعودت الأذن على سماع هذا النمط من القصاد حتى نجد أنه مثلا تفعيلة مثلا الضرب الأخيرة من كل بيت فإنها أيضا تشكل نقطة ارتكاز إيقاعي يعني موحد لتعدد الأبيات فكل هذه الحيثيات قد تكون من المؤززات الهندسة التناظر الشكلية أما مصطلح التصريع أيضا هذا المصطلح هذا من المصطلحات المعروفة في القصيدة العربية وهي مسألة شابه البيت الأخير من الشطر الأول مع شابه البيت الأخير من العدد البيت الثاني أيضا نجده في مصالع ومقاطع القصائد أيضا كان يحاول الشعر من خلاله يكرس مسألة هندسة التناظر وهذه أيضا كانت لها إيقاع موسيقي خصوص أيضا توحي للقارئ بجمالية في مسألة الإيقاع وهي مسألة أيضا حملت الشاعر أو الأذن الموسيقية على الاستماع عليه طبلا عن ذلك نجد أن هندسة التفاعل باعتبار هذه الهندسة هي جانب إيقاعي تمثل ذغباته عملية الفصل بين تفعيلتي العروض وعملية الفصل بين الضر والتي كانت تجمع بين نهايتي الشطرين حقيقة مصطلح آخر أيضا للمصطلحات هي مصطلح التجوير وهو أيضا هذا المصطلح ربما كان ضد هو مكافحة قوية ضد سلطة فلسفة القصل في هندسة التناظر الأصطي يعني لصالح فلسفة الوصل عبر هندسة التفاعل داخل القصيدة العربية التقريدية حيث انتقل بها مثلا الشاعر من الدائرة العروضية القائمة على البيت الإيقاعي الكلي إذ ليس للدائرة أصل ولا ليس لها أي بداية هذا بالنسبة للقصيدة العربية القديمة إذن هي قصيدة قائمة على بناء هندسي اشتوحاه الشاعر من البيئة التي هو فيها وكان ينظر إلى ذلك الواقع نظرة هندسية قائمة على النظر إلى الحياة وفق مظهوم هندسي إذن هو لا يمكن أن يكون هناك توجه دون أن يكون يعني هذه مسألة الإيقاع ومسألة اختراع الموسيقى أو الأوزان كلها قائمة على الإيقاع كان يستوحي حتى مسألة النياب حين تسير وهو ينظر إليها هذا الإيقاع البطيء حينما تسير هذه الناقص الصحراء كيف أنها تنتقل بطريقة قائمة على الإيقاع الممنهج ومن هنا تم اكتشاف بعض من الأوزان الشعرية وهذا موضوع أيضا يطول الحديث عنه ولذلك أودت أن أتحدث عنه في هذه أو أشير إليه في هذه المحاضرة إذن الشعر العربي القديم هو شاعر قتل القصيدة بعيني مهندس بالعصر الحديث أيضا من النقاط أيضا من يرى بأن البناء الفني حينما نتقف هو أيضا البناء الفني الهندسي هو أحد ثلاثة منجزات القصيدة الحديثة يعني بدأت القصيدة الحديثة تعتمد على خطة فكرية تعتمد هذه الخطة فكرية رغمها هي تحكمت لبنائها الفني وحاولت أن تجعل كل جزء فيها ينمي هذا البناء وهذا النمو كان في حالة من التصاعد وذلك تحقيق القصيدة قدر من الوحدة العضية فهذا أيضا كانت قائمة على بناء هندسي مميز نعم فالشعر يمكن أن أقول هو هندسة فروح وأصوات وأيضا هو رؤى تختلت بها في نفوس الآخرين وتشكل عالم ربما يشبه عالمنا الداخلي هذه نقطة أساسية فالشعراء يعني هم هندسون ولكل شعر له طريقته وله أسلوبه في بناء الحروف وتعمير هذه الحروف وهذا هو يمثل يمكن الأساس لعدد من الشعراء الموهودين الذين يعرفون كيف يضعون هذا الحجر الأساس وكيف يسوه بطريقة جميلة إذن هي حرية المهندس ربما يقول لا حدود لها وهي التي تستطيع من خلال هذه الحرية أن يحذف وأن يضيف وأن يعدل ويغير في تفاصيل القصيدة التي يكتبها تذكر هنا حد شعراء في العصر الجاهلي وهو زهير بن أبي سلمة وهو كان شاعر وكان يجعل القصيدة أكثر من ستة أشهر يعني لا يطرها إلى العلن كان يعيد وكان يطلق عليها بالحوليات لأنها تبقى لديه سنة كاملة يغيف وينقح ويغير ويعزل إذن كان كيف يقوم بهذا البناء يقوم بفق نظرة هندسية لأن هذا البيت ربما ينظر إليه فإنه فيه خلل أو فيه عدم تناسق بين المعنى وبين اللفظ وبين الإيقاع وبين الموسيقى إذن هذا العمل لا يقوم به شاعر فأحد ولكن يحمل ذكر هندسي إن القصيدة ربما إذا بقيت في هذا الجانب أو هذا الإطار ربما يصيبها نوع من الخلف الهندسة القصيدة يعني وضع سلمها الموسيقي والإيقاع هو يمكن أن نقول عمل مترابط يجربه الشاعر بمهارته بمدى معرفته بسيني اللفظ بمدى معرفة المعنى أيضا إن موسيقى الشاعر هي ليست مخطوطة كلاسيكية محفوظة مثلا في مدحف لا يسمح لنا بلمسها أو بإخراجها إخراجا جديدا لا وإنما الكلمات يمكن أن نقول هي الكلمات التي هي تدفع الشاعر إلى أن ينظم منها بناء هندسيا وهو ذلك الذي يجعل ذلك البناء وفق نظرة هندسية متكاملة بناء القصيدة إذن تحتاج إلى وعي تحتاج إلى دقة تحتاج إلى وعي جمالي في هذا التشكيل النصي يعني لا يمكن للشاعر أن يبني هذه القصيدة دون أن يكون لديه وعي جمالي في التشكيل النصي هذا البناء يأتي دقيقا وليس عشوائيا هذا هو الأمر الأساسي لماذا؟ لأنه ينظر إلى القصيدة نظرة بنائية هندسية وليس نظرة عشوائية ربما لا يستطيع من خلالها أن يكون لديه بناء هندسي أو بناء قائم على فكرة هو ربما كان يطمح إليها ذلك الشاعر بل نأتي بأنه يأتي هذا البناء كاشفا عن لدة معرفية جمالية في التشكيل ولذلك يمكن أن نقول بأن القصيدة هي عبارة عن بنية موسيقية متكاملة فكان من الطبيعي أن يلتفت الشاعر في تشكيل هذه البنية إلى العناظر التي تحقق نوع من الانتجام بين هذه المسيقات إذن فعملية التشكيل كما أقول يقوم بها الشاعر في القصيدة هي عملية ليست في السهل إنما هي عملية معقدة فيها نوع من التعقيد هذه أيضا مسألة التعقيد لأنها تأخذ بالنظر للإعتبار أن القصيدة مهما طالت هي وحدة فنية هذه الوحدة الفنية هي التي تعمل في داخلها نوع من أشتاة من المفردات والدقائق فالقصيدة إذن هي عبارة عن ذلك التكامل في بنائها النفسي وكذلك بنائها المعرفي ذلك أن نظام التكوين اللغوي في القصيدة تقوم على أساس الترتيب الفني سواء للجمل سواء للمقاطع سواء للأجزاء بحيث يكون كل جزء منها مناثما في ذاته وفي الوقت نفسه أيضا يشكل الإيقاع هذا الإيقاع ليمثل التخيب الفني وهو القوة التي تحرك الشاعر وتجعل منه يبني تلك العلاقات بين الكلمات وأيضا علاقة البناء بشكل يمكن فردي وبشكل عام طيب هذه نقطة أيضا الشاعر المبدع هو الذي يستطيع أن يجبب القارئ بجمالية وهندسة بناء قصيدته تبدو متجانسة متماسكة في إقاعها اللغوي والدلالي لا سيما عندما تفيض القصيدة بدلالات جديدة مبتكرة عبارة عن هذه الابتكار قائمة عن مسألة التشكيل الخلاق التي تجعل موهبة ذلك الشاعر سبب في هندسة التشكيل النقصي كما أقول من التقنيات التي يقوم بها بعض الكتاب القصيدة لا سيما في العطر الحديث توفق نظام هندسي تتحق من خلال أدة نقاط هذه النقاط مثلا مسألة التنسيق أو مسألة التلاحم أو الترابط النحو أو مسألة يعني الأخرى التي يمكن التفاعل هذه من أهم التقنيات التي يتم اعتمادها في تشكيل نظام هندسي لهذه القصيدة مثلا التنسيق التنسيق هو التنسيق البنائي يعني في تشكيل القصيدة والرقب بمؤشراتها الإبداعية وأيضا التنسيق ببناء يعني عملها في ضمن الإطار الفني المتكامل لماذا؟ لأن النص الشعري الإبداع الحقيقي هو نص منظم بعلائق ورؤى هذه العلاقة والرؤى تدل على مسألة تكاملية وتناسقية يعني من خلال الانتقال يكون هذا التنسيق نعم خلال الانتقال من تنسيق الكلمة إلى الجملة إلى البيت وإلى المقطع وإلى النص بأكمله إذن هذا قائم أيضا على إطار هندسي منظم العمل الهندسي منظم هو عمل يقوم به الشاعر وفخره يا معينة يعني مثلا حينما يقول الشاعر كل الطوائف عندي جمع طائفة وكلها في فؤادي منذ تكويني فما تعصبت في ديني لطائفتي وكل ما أنزل الرحمن يهديني يعني يبدأ هذا مسألة التسلسل البنائي في تشكيل هذه القصيدة بمؤشرات إبداعية وهذه واضحة من خلال هذه القصيدة التي يبدأ من خلالها تنسيق الانتقال في تنسيقه من الكلمة إلى الجملة وهي قصيدة طويلة لن تمكن من ذكرها في أجمعها نعم أيضا التنسيق ينطلق ربما من مسألة الفكرة إلى فكرة أخرى من خلال قيام على مسألة التنسيق بجمالية فاعلة محركة للأنساق الشعرية أيضا هذا تم تأمر موجود وقائم أيضا في القصيدة وأيضا بلاغة تنسيق الأصدر الشعرية في بعض القصائد أيضا ترتكز على فاعلية البناء والحساء الجمالي في بناء هذه القصيدة بناء هندسيا مثلا أيضا الشعر يقول في أبياته أو يعتمد في أبياته على مسألة التنسيق مثل الأصدر الشعرية كما نجد التنسيق من خلال المعجم وهو أن يستخدم الشعر أيضا مرتين أو ثلاث كلمات لها نفس الجذور أو كلمات لها الجذور دلالية معجمية متقاربة مثلا حينما يقول حدوني وغرسوني في ترابي ولا تبطوا أحبتي في اكتئابي حنيني للصفولة حين تلوك بطين ترتوي منه ثيابي حنيني للثمار على كرون معلقة على سطحي وبابي حنيني حيث تبس التين يغلي بآنية وعشعشة الخواب فنجد هنا الشعر هذه مسألة التنسيق بالمعجم وهو يستخدم بعض هذه المقردات بطريقة مكررة أو نفس الجذر وهذا أيضا من الأصدر الشعري أو القصيدة بأكملها نوع من الإطار الهندسي القان أيضا نجد التلاحم وترابط النقحون يعني هذا أيضا يشكل ترابط بين الجمل والمقردات ويحدث أيضا ترابط علاقية مباشرة بين هذه القصيدة وهذا الترابط لذلك نجد بعض الشعراء يشعر إذا كان هناك أي خلل وفق هذا الترابط أو على صعيد التركيب أو على صعيد اللبضة وهذا أيضا من أهم الأدوات التي تشهد في خلق هذا الترابط من خلال اعتماد ربما على الأسماء الموطولة أو أسماء الإشارة أو الأسماء الشرطية أدواتها الحروف العاطسة أيضا الأسعال لها دور في توطيط فعالية هذا التلاحم والتفاعل في القفيدة فإذا اعتباد الشعر على الترابط النحوي هذا هو أمر أساسي الذي يخدم الدلالة وأيضا يعزز الشعرية وكأنما الشعر أيضا يقوم من خلالها ذلك الإطار أو البناء الهندسي الذي يقوم من خلاله على هدف واحد وهي أن تكون القفيدة وفق بناء هندسي صحيح نعم أيضا في النظر نجد ارتباطات الدلالة مع بعضها في جميع الأبيات وذلك من أول الكلمة إلى نهاية هذه الكلمة وهذا ما يعزز البناء الهندسي للقفيدة إذن هذه نقطة أساسية مسألة التنسيق كما قلنا مسألة أخرى هي مسألة التفاعل التفاعل أيضا هي خاصية جدا أساسية الشعر لا أهمية له إذا لن يكون هناك تفاعل على مستواه الباطنية وعلى مسألة اللغة الشعر لذلك نجد بعض الشعراء يتفاعلون ذاتيا مع القفيدة من خلال تأثر الشعر بالواقع الاجتماعي أو التفاعل معه إنسانيا ووجوديا أو إنه قد تنظر تلك الذات الشعرة مع هموم الآخرين وهذا دليل على النظرة الإنسانية الشاملة للشعر إذن الشعر يتفاعل وجوديا مع الأحداث الجارية يتفاعل بحب الأرض يتفاعل بحب البطن وهذه المشعر كلها تنصر في القصيدة وفق نظرة هندسية قائمة على إنه لا يكون فيها خلال وإنما هناك ترابط من ناحية التنسيق من ناحية التفاعل من ناحية يمكن أن نقول التلاحم أو الترابط نحن كل هذا هو له أمر هام في بناء القصيدة العربية إذن تقنية التفاعل هي أيضا من التقنيات المهمة في تحديث الشعرية فهي تبتاز بجرأتها الجمالية وهذا ما ينحسس أثره على أفاق اللغة الشعرية التي تحبز الشعرية وتسمو بها إبداعيا أنا كنت أود أن تكون ورقة البحث معززة بالشواهد ولكني حاولت أن أقصر حتى لا أطيل على بسامعكم أيها الحضور الكريم سعيدة جدا بهذا الحضور سعيدة دائما أن يكون منتدى الضاد العربي هو السباق في تقديم كل العناوين والنشاطات التي تحمل المتعة والسائدة للجميع منتدى الضاد العربي هو ليس فقط منتدى لإقامة المحاضرات والورش وإنما منتدى سيكون له دور وشأن كبير في إعلاء صرح اللغة العربية بما سيقدمه من توجهات إن شاء الله ستكون على المدى القادم توجهات تحقق أهداف كبيرة إن شاء الله لهذا المتدى شكرا لمسامعكم وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم في هذه الورقة التي قدمتها اليوم وأنا سعيدة جدا أن أقول إلى جوار أستاذي الفاضل دكتور سمير في تقديم هذه المحاضرات شكرا جزيلا وحضراتكم الشكر موصولا لحضرتك دكتورة وسام أجدتي وأبدعتي طرح جميل ومرتب ومنسق سليمة أنا ملكي الحضور الكريم نبقى الآن مع فقرة المداخلات أي سؤال أو استفسار أو مداخلة أرجو من المتداخل أن يعرف بنفسه ويتفضل مشكورا بسطح الماياه ترجمة نانسي قنقر